نتحدث عن مراحل بناء للدولة المصرية مرت بها الدولة منذ عام 2014 حتى نستطيع الآن نتحدث عن حوار وطني ناجح يعني ماذا يفيد الحوار في وسط العراق لا يمكن أن يكون هناك حوار في وسط مشهد فوضاوي وبالتالي الدولة المصرية في البداية رتبت المشهد وأنا أعتقد أن ونحن نتحدث في ذكرى تنصيب السيد الرئيس أن نحن نتحدث الآن عن مرحلة اتخذ أو أخذت الدولة من فكرة إفشال الدولة إلى بناء قوة القوة الشاملة للدولة وده تحول نوعي فيه مصاري الدولة المصرية يعني نحن نتحدث عن دولة كانت مستهدافة بعدما يمكن أن نطلق عليه الخريف العربي مستهدافة لفكرة الإفشال يعني يتم إفشال هذه الدولة بكافة مؤسساتها بكافة أجازتها حتى العقل الجمعي للمواطن المصري من خلال الأشعاعات والأكاذيب وتشويه الحقائق وغيرها من الأمور أنت حولت هذا الإفشال إلى بناء القوة الشاملة وهنا عشان نوضح فكرة القوة الشاملة هو بناء القوة التي تعتمد عليها الدولة سواء كان القوة السياسية قوة اقتصادية قوة دبلوماسية وقوة رضع تحمي القوة السياسية والقوة الاقتصادية والقوة أيضاً الدبلوماسية ده بجانب بناء القوة الأخرى زي القوة الناعمة وغيرها من يعني أركان هذه القوة الشاملة أنت اشتغلت على كل ده بالتوازي وده اللي بيخلي حضرك قلت في المقدمة إن هنرى لو يعني هنقول إحنا كسبنين ولا إيه إحنا لا إحنا ما كناش نتمنى ده لأن أو يعني ده أكثر من طموحاتنا لأن بالفعل هذا إعجاز ترجمة نانسي قنقر